الربع السابع يتألف الربع السابع من ثمان عشرة آية من سورة البقرة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق باعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمري إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير عناد متمردي بني إسرائيل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا مرهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارا على شيء وقالت النصارا ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يخرفون حرمة المقدسات الدينية ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قاندون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا أمرا فإنما يقول له كل له كن فيكون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومتمرد بني إسرائيل وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من وليه ولن نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكبر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فانضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة وعلى هم ينصرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر